السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزات الله بالثاني المتوسط إن شاء الله راح نأخذ درس جديد اليوم من دروس التربية الإسلامية اليوم عندنا درس أمهات المؤمنين عندنا سيدة خديجة من تخويلة رضي الله عنه زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم راح نعرف سيرتها ونعرف عدة أمور إن شاء الله في سيرة سيدة خديجة رضي الله عنها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصطورا صدق الله العلي العظيم طبعا هذا القول يكون تردد مجاميع المسلمين منذ خمس عشر قرن وستظل تردد إلى قيام الساعة يسمع المؤمن فيمتله صدره إعظاما وإجلالا لمشارك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في السراء وفي الضراء يقصد به أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصبرنا معه على شضف العيش وتقلب الزمان وتحملنا معه صروف الأدى وخففنا عنه ما يجد من آلام في سبيل الدعوة وقد ظلت بيوتهن بيوت الأزواج مهابط الوحي والرحمة مدى حياة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني اللي تحمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأدى بالسراء بالضراء بيوت صارت بيوت للوحي فلنش نرح نال الشرف كلش عظيم للدنيا نال الشرف العظيم وكذلك بالآخرة بعدما سيدتنا خديجة كانت السيدة طهر خديجة امرأة حازمة من أواصل قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا تقدم لخطبتها هو سادات قريش وأصحاب جاه وأموال إجاوا خطبة والسديق سيدة خديجة رضي الله عنها فهي كانت ترفض كانت هي قليل اهتماماتها بالتجارة في ذلك الزمان انشغلت بالتجارة ورفضت فكرة الزواج فكان لديها المال الكثير والوفير كانت تستأجر كانت يشتغلون عدها الرجال تستأجرهم حتى يروحون يواصلون التجارة في مقابل مادي حتى تنطيهم كان أبو طالب رضي الله عنه عمل في تجارة خديجة وعرف عندها بشامته ونزائته ومان حتى في هذا الوقت احنا الشائم والأمين كل الناس تحب أن يتشغله حتى يكون حريص على هذا العمل فقالت سيدة خديجة يشتغل عندها أبو طالب بعد ما كبر أبو طالب قال لدينا مكانة يشتغل هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونبي محمد هو الصادق والأمين بعد هو النبي محمد وهذه أخلاقه الحميدة اللي معروفة عن جميع المسلمين وجميع الناس فخديجة رضي الله عن فرحة أنه من أجل شخص أمين أنه راح ينزم لأه تجارتها لا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرفته عن فتاة بني هاشم التي تتحدث عنه قريش هو نبو الأخلاقي وصدقي ومانته وهيأت له وجعلت في خدمتي عبدها ميسرة يدبر شؤونه فكان عندها عبد اسمه ميسرة فمن نشتغل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلت هذا العبد هيئته للنبي محمد حتى يعني مثل ما يقول وياه يشتغل النبي محمد يوم رب فأفد أمور من العمل فكان تحت يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسيدتنا خديجة خلت هذا الغلام ميسرة في يخلص شؤون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل ساعدنا السؤال في غضون هذا الموضوع وهذا الشرح يقول لماذا جعلت سيدة خديجة لماذا جعلت سيدة خديجة قول آما ما يسرث في خدمة الرسول ليش قلت هذا ما يسرث أنه قادم عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أولا أن شافت النبل لأخلاق النبي محمد وصدقه وأمانته فشافت أنه هو يستحق أن يتخلي له شخص تحت إيده بسبب نبل وأخلاق وصدق وأمانة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعلت عبدها ميسر في خدمته يدبر شونه ويهي طلباته وينقل أخباره فخلت حتى ينقل أخباره من يروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتجارة حتى يروح يشوف أخبار النبي محمد ويرجع يوصلها للسيدة خديجة حتى يشوف شنو صار أمور العمل صار عدم عارض طار فيجي هو حتى يوصل مرسال مثل ما يقول ويضل أخباره إلى السيدة خديجة تتابعت الأيام عادة القافلة محملة بالربح المبارك الوفير بعدما استغل النبي محمد وبركاته فصار ربح وفير فلقد رعاها الصادق الأمين اللي هو النبي محمد رعي السيدة خديجة ونقل ميسر إلى سيدته كرم أخلاقه كرم أخلاق النبي محمد ونبله ونبل شمائله كما حددنا عن الغمامة التي كانت تظلهم في الطريق يعني من ضمن معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه بالطريق حر وشمس فرب العالمين بعث أنه غيمة حتى يستظلون بها حتى تقيهم حر الشمس فمن يجا تحدث لها للسيدة خديجة فهذا جواب السؤال الأول إن شاء الله راح يكون أيضا عدنا بعد زواجها المبارك زواجها المبارك من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن كل ما سمعته سيدتنا خديجة عن فتى قريش محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تحلى بمكارم الأخلاق وعظمتها هل سحة نحن بهذا الوقت والنبي قال من ترضون خلقه ودينه تزوجه كيف هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل النساء في ذلك الزمان كان يتمنى أن يقترن للزوجة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تحلى بمكارم الأخلاق وعظمتها معه إنه عاش في مجتمع موبوء جعلها تتمنى لاقتران كان بزمن قريش يعني زمن الردائل والأصنام والشرب الخمر وكذلك يعني موبوء كله وضاء وكله فرغم ذلك طلع من هذا المجتمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنك لا على خلق عظيم جعلها تتمنى الاقتران به ولقد تحقق ذلك فلم يكن فيها عيب ليرفضها الرسول ما كان بالسيدة خديجة عيب حتى أن النبي محمد يرفضها مرى شريفة عفيفة صانتها وحفظتها وشغلتها ويعني في زمن كل الناس تخلت عنه وكذبوه ويأمنت بي فهي كريمة الأصل الشريفة النفس عفيفة الخلق ولقد كان الناس كانت الناس تلقبها بالطاهرة كان لغب سيدتنا خديجة الطاهرة وتم الزواج المبارك الميمون وكذلك اسلامها ومواساتها للرسول هنا طبعا هو جواب السؤال الثالث راح يكون جوابها من كانت أول من أسلم إن النساء إلى في سبيل الدعوة الإسلامية فإحنا اتصرناها ما كتبناها فهي موجودة بالكتاب كاملة إسلامها ومواساتها راح يكون جوابها جواب السؤال الثالث راح نقالكم يا إن شاء الله كانت أول من أسلم من النساء أول من أسلمت بالنبي محمد بعد ما شنو إجاب الدين الإسلام الحنيف فنزل عليه القرآن فآمنت بما جاء به النبي محمد وبشرته بالخير العظيم ولم يمر على نزول الوحي عليه إلا يوما واحد فقد أعلنت دعوة يوم الاثنين الدعوة يوم الاثنين فسيدة خديجة يوم الثلاثة الصبح هي آمنت بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم استطاعت خديجة أن تفهم من زوجها الأمين إبعاد الدعوة وحقيقتها ثم تبنتها مع الرسول فكانت خير عون ونعم الساعد وعندما ضاقت قريش بدعوة الإسلام ويأست من كل أساليب الترغيب والترغيب كانت ترغب الرسول ووقت تراهب قريش حتى يكف وما يدعو الناس للدعوة الإسلام يدون يبقون على ما هو عليه في ذلك الزمان في يأست من كل أساليب قريش من كل أساليب الترغيب والترغيب مع رسول الله أعلنت مقاطعة بني هاشم وفرضت عليهم حصاراً سوت قريش قاطعوا بني هاشم وفرضت عليهم حصار وضيقوا واطلاق عليهم أنه لا نبيع لكم ولا نشترى منكم مثل ما يقول حصار حتى شنو ما يدرون كل شيء يسوون كان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار فقد بدلت جميع ما تمتلك من مال لإطعام من في من في الشعب الشعب هو مكان بين الجبال بمكة حصر فيه بني هاشم مكان بين الجبال قريش حصروا بني هاشم لما يخلوهم يطلعون ولا يطبون وما يخلوهم كل شيء يوصلهم حصر به بني هاشم وسميه شعب أبي طالب وكان ابن أخيها حكيم بن حزام بن خوالد يحمل إليهم القمح باسم عمته كانت دزل بن أخوها حتى يوصل القمح والمؤونة إلى الشعب أبي طالب يحمل إليهم القمح باسم عمته ومرت ثلاثة سنوات على المسلمين في هذا الحصطار القاسي ولولا أموال خديجة لماتت جميع جوعا فقد بدلت بيد سخية ونفس طيبة كل أموالها مواساة لدعوة الرسول حتى فرج الله عليهم وتعددت أساليب مواساةها الرائعة للرسول فمنها ما كان بكلماتها الحنون الطيبة ومنها صبرها على هذا قريش في سبيل الدعوة الإسلامية إلا هنا جوابها يعني هذا الزمن الصعب أنه الشدد أو القناة على رسول محمد صلى الله عليه وسلم هي كانت الدعمة ماديا ومعنويا ونفسيا حتى قيل ما استقام الإسلام إلا بأموال خديجة وسيد علي بن بيطالب عليه السلام فهي العنصر الأساسي والعنصر المهم في نشر الإسلام وفي استمرار الإسلام وفي نشر الدعوة الإسلامية سيدتنا خديجة عليها السلام أخلاق السيدة خديجة صلى الله عليه السلام عفو لقبت السيدة خديجة بالطائرة قبل الإسلام لماذا لقبت بالإسلام لما عرف به من الشرف والعفة ولقد استطاعت هذه السيدة التي اعتادت على حياة الترف والغنى نفس ما ذكرناكم كانت غنية ومترفة أن تتناسى كل ذلك عافت الغنى وعافت الترف وعاشت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم تعد كما كانت يتسابق إلى خدمتها الجواري لقد قاطعت السيدة خديجة عند زواجها من رسول الله محمد تلك الحياة المترفة عافت الترف وعافت الحياة وعافت الخدم عافت الحياة المترفة الناعمة مقاطعة تامة وأصبحت جليسة الدار لا يدخل إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي أسعد حالا فهي في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته القريبة من الزهد أفضل وأحب إليها من حياة الترف كل حياة الترف والغنى بالمقابل الحياة مع رسول محمد طبعا الله وهو سيد الخلق أبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندنا من ضمنها سلطة المناقشة والسؤال الثاني فلقد كانت نعم الزوجة الوفية الحنون المؤمن المؤمنة ولقد حزن لفراقها حزنا شديدا بعد ما ماتت سيدتنا خديجة حزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما نسيها أبد ما نسها فكان يذكرها دوما ويكرم صديقاتها حتى قيل له يا رسول الله ما تذكر من عجوز هلكت في الدار قال له له هي عجوز وماتت بعد إيش عجب اليوم يتذكرها يعني وقد أبدلك الله خيرا منها يعني بعد ما تزوج زوجات غيرها حينها قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غاضبا واللهم أبدلني خيرا منها لقد آمنت بي حين كفرني الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها يوم حرمني الناس ورزقني منها الولد دون غيرها من الناس جدا يعني جدا شيء عظيم عند السيدة خديجة آمنت بالنبي محمد بعد ما كل الناس كفروا صدقت بي حينما كذبوا قاله لأنت كاذبية صدقت بي وواسته في ماله بمالها يوم حرموا الناس بعد ما شددوا وضيقوا القناة عليه هي واسطة ودعمتها ماديا ورزقني منها الولد دون غيرها من النساء رزقها إبراهيم بعد بعدين توفى وسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء أيضا هي بنت السيدة خديجة وهذا شرف كلش حظيم للسيدة خديجة أنتلت سيدة النساء السيدة فاطمة فاطمة الزهراء وفاتها توفيت السيدة خديجة في شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين ولم يكن من اليسير أن يتلقى الرسول هذا النبأ الأليم وهو يفقد زوجته التي مثلت الوفاء بأسمى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه لقد كانت الزوجة المثالية التي ترعى رسلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما لم يلم به من أحداث وستظل السيدة خديجة عليه السلام القدوة المثلة للزوجة الصالحة المؤمنة لازم تكون القدوة لنسائنا في هذا الزمان أن يقتدن بالسيدة خديجة أن يصبر على فطر أزواجهين وكذلك يتحملنا ويصدقنا ويواسلنا إلى أن ينتهي درسنا درس مهم جدا ولازم نتعرف على سيرة سيدتنا خديجة وزواجها من النبي محمد وكذلك عرفنا أخلاقها وحبها للرسول وزواجها من الرسول وكذلك وفاتها إلى أن ينتهي درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة المرجع الإلكتروني